موسيقى برطمانات صغيرة مصطفة باللون الذهبي بتدرجاته من هنا بدأت رحلتنا القصيرة لاستكشاف بعض من أسرار العسل في مملكة العربية السعودية وتحديدا العسل في منطقة عسير هذا الطلح فاز أربع مرات على مستوى العالم يختلف اللون كما المضاق باختلاف الزهرة وارتفاع أراضيها عن سطح البحر معلومة يستفيد مضيفنا في شرحها لنا كما يسرد لنا أكثر من ذلك ولكن قبل كل شيء لنعود إلى الوراء ونبدأ من البداية من طريقنا إلى كوخ العسل المخفي بين ثنايا جبال عسير بالقرب من قرية الرجال المع الطريق لم يكن سهلا لكنه شيء قاطعنا المطر تارة وادهلتنا القمم الشاهقة بجمالها دوما وفي نهاية وصلنا إلى كوخ صغير اختار مكانه مخفيا بين خدرة الجبال التي توحيط به رجال المع بلاد النحل والعسل ومعروف النحل والعسل في رجال المع من آلاف سنين وممكن حتى في آثار رجال المع يعني لو تروحوا الملازل القديمة والآثار والمزاري القديمة العمارة آلاف سنين تجدوا عشش النحل أو شيء يدل أنه كان هنا في أشخاص يعني مهنتهم الأساسية هي النحل طيب أنت تذكر أنت وصغيرنا كانت شوف جدك عم يشتغل بالنحل ما هو بس جدي المجتمع كامل محيط به أنا كمجتمع كامل ممكن ما يخلو أي منزل يعني إذا قلت ممكن تسعين في المئة من القرويين في رجال المع قديما كان يعنوا بالنحل والعسل والنحل والعسل جزء لا يتجزأ من تاريخ عائلة محمد كذلك جده ووالده كان من مربي النحل وهو كذلك متمسق بعدم النسيان المهنة الأصيلة بل أكثر من ذلك السدر معمرة عملاقة عمرها فوق 150 سنة بالطبع الشجار السدر عندنا لها قيمة قيمة في العسل لأن العسل حقها تعتبر من أجود أنواع العسل التي تربع على قمة الجودة فوق هذا كل جزء في هذه الشجرة نقدر نستفيد منها من مننا لم يسمع يوما باسم عسل السدر الشجرة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم أربع مرات وهي شجرة مقدسة بالنسبة لأهل المنطقة منطقة جبال العسل يستخدم أهل المنطقة وريقات هذه الشجرة للطبابة والتطهير ولكن لنعود إلى قصة العسل إذا طلب العسل خارجيا فيطلب عسل السدر لأن أشجارها الغابة كثيفة جدا السدر خاصة في رجال الماء وتقدر تنتج النحل منهب كل أريحية يعني موسم التزهير تقدر تكون هناك ملايين النحل وآلاف الأشجار لتقدر تنتج عسل السدر السدر الشجرة المباركة التي ترافق الإنسان كما يقول أهل المنطقة في حياته وماماته ولإسمها مكانة أكثر من مميزة هنا السدر من الأشجار المقدسة لها اعتبارات روحية عند المسلمين ذكرت طبعا مرة في القرآن تعتبر من أشجار الجنة وهي تخش حتى في إمع الميت إلى آخر يوم في بقاءة في الحياة تخش برضو معا في القبر يعني في القبر لا يخش إلى حاجتين الكفن والسدر وفق معتقادات المسلمين أو وفق قوس دفن الميت أشجار السدر تعتبر من الأشجار العطرية الميت يغسل بالسدر ويطيب بالسدر ويخش مع القبر عطرها المميز يجعل من عسلها واحدة من الأنواع الأشهر والأكثر طلبا وهناك أكثر من 35 نوعا من العسل تنتجه السعودية تختلف باختلاف مناطقها أزهارها وأشجارها ونحلاتها كل ثلاثة كيلو أو عشرين كيلو يختلف عسل عانا الثاني أنا ساكن في قرية بس القرية اللي جنبي عسلها مختلف لأن الأشجار قرية السدر ومعها أنواع ثانية من الأشجار تغير نكاتل السدر شوي في الوادي اللي بعد عشرة كيلو من الوادي وهنا في نفس القرية لا ما في الأشجار سدر في موسم تزهير السدر صافي يطلع العسل صافي سدر والله اللبس هذا ترى دخيل علينا من آلاف السنين ما كان يعرفوه بس أنت تعرف سلوكية النحل تقدر تلاطف النحل بطريقة كذلك بحيث أنك تأخذ العسل بدون ما تنفرزها في مواسم تكون شديدة النحل فيها في موسم البيض موسم إنتاج العسل الملكة تكون قريبة من البوابة حقا العسل أو القفل الخلية ممكن النحل تهاجمك بس تقدر تتدارك الموقف كيف تتتدارك الموقف؟ ما العادات اللي أتعرف عن الهروب الهروب شو بتعمل اللي لازم تعمل نحلة بلطف يعني مثلا أنا أنا أقص العسل الآن لازم نوهم من الخلية أنها قاعدة تحترق نعطيها بعض الدخان ترجع الملكة وراء ويرجع النحل معها وراء ممكن تكون منطقة آمنة بنسبة كبيرة إذا النحل مونوعه نوع شرس بالغالب نوع النحل في السعودية مون من نحل الشرس فتقدر عند تأخذ بلطف يعني حيث أنك ما تقص بلطف وتأخذ العسل ما أقدر أشرح أكثر من أنك تشوفها على الطبيعة تفاصيل كثيرة دقيقة تحدد علاقة النحال بنحله يتوارثها أهل المنطقة أبا عن جد يعتمد محمد في تعامله مع النحل أسلوبا مبتكرا ولطيفا كما يقول النحل يبقى حرا طليقا وعلى الدوام يطلق محمد عددا من الملكات من هذه البيوت إلى الغابات للحفاظ على دورة حياتها الطبيعية الآن هذه واحدة من الطرق لنوهم الخلية بس أنها قاعدة تحترق لها كل الملكة ترجع الملكة ترجع وراها هي ملكة واحدة بعدها الحارسات والشغالات هذه ألطف طريقة يكان نحل شرس وعندها عصر كثير ولا بيض ويراقات ممكن طريقة الهروب يعني تخلي خلية مشانها أفضل تنتقل الخلية اللي بعدها تأكد أن الحارسات لا يوجد أي حارس يعني نقدر نقص أول خلية بدأ عندنا العسل يظهر الآن الخلية هذه فيها بيض وفيها عسل إذن احتمالية أن تكون لنا حل التكتيك الثاني إيش التكتيك بالراحة بسيطة تحاول تبعد النحل بأداء بسيطة جدا جدا شوف النحلة كيف جالسة تقاوم في البيت الأولى والشمل الأولى ما قاومت بس الآن بدأت تقاوم ستقاوم النحلات دفاعا عن عسلها يقارنها محمد بنا نحن كبشر بعضها يقاوم بشراسة أكثر والبعض منها قد يفعل المستحيل في سبيل ذلك كالنحلة الوحيدة التي لسعت محمد وهي بذلك أنهت حياتها فلسعة النحلة تكلفها حياتها النحلة الآن تقرص مجرد ما تدخل الإبرة في الإنسان ما تخرج الإبرة إلا أحشاها برخ كاملة وهذا من فضل الله أن النحلة تموت مجرد ما تقرص أي كائن حي لأنه ممكن تنقل جراثي من الخلية للعسل على طول أقراص ذهبية لذيذة ننهي بها جولتنا سنغادر إلا أن مذاقها سيبقى في ذكرتنا ليحفزنا على العودة مجددا مونة أبو دياب سكاي نيوز عربية رجال ألمع المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر